في البداية عايزين نتكلم عن السياحة الشتوية في مصر وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام فين أماكن السياحة الشتوية في مصر؟ طبعاً أشهر مكانين موجودين للسياحة الشتوية هو الأسر وأسوان نظراً للجو الخلاب بتاحهم في وقت الشتاء الفترة اللي فاتت الحمد لله الحجوزات زادت للمسم الشتوي القادم إن شاء الله وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هيكون المسم ده مختلف عن الأعوام السابقة بنسب كبيرة للنسب الإجغال إن شاء الله بإذن الله طبعاً إحنا عايزين نعرف بقى هل المسم ده والحجوزات زادة في الشتاء عشان خاطر الحرب الروسية الأوكرانية دي بتايقلي هتأثر علينا في موضوع السياحة ده بحيث أن الناس هتبقى بتتجه لنا أكتر عشان الغاز وعشان المشاكل الكتيرة اللي احنا كنا بنقولها في الحلقات اللي فاتت فأخبار الأفواج السياحية إيه سنين طيب إحنا بس لازم نقول الحاجة هو ده عامل من ضمن العوامل إحنا كنا بنعتمد على أسواق الفترة اللي فاتت أسواق معينة ما تمش الاعتماد عليها السيزون ده ما تمش الاعتماد على الأسواق دي بل بالعكس إحنا فتعنا إحنا أسواق جديدة وابتدينا نعمل مبادرات كتيرة جداً في أسواق أخرى فده ساعد بشكل كبير على تغير المفهوم للمقصد السياحي المصري حريف شايف إزاي أهمية تنشيط السياحة الداخلية في مصر وإنه إزاي كمان السياحة الداخلية هتساعدنا في دعم يعني السياحة الخارجية كمان وإزاي تأثر على الاقتصاد طيب لازم نقول بس أن احنا لازم نعتمد على السياحة الداخلية بنسبة كبيرة لأن احنا في وقت الأزمات اللي كانت موجودة زي أزمة كوفيد وزي الأزمات اللي بعد تلاحقت بعد الثورة كانان الاعتماد بالشكل كبير جداً على السياحة الداخلية في مصر الاهتمام بالسياحة الداخلية احنا عندنا منتجات كتيرة جداً واشكال وأنماط كتيرة جداً للسياحة في مصر احنا مش مخليين نسبة جيرة للسياحة الداخلية فيها يعني احنا بنعتمد بنسبة أكبر على سكندرية شرم الغرداء المدن الشاطئية بالنسبة للسياحة الداخلية بس عندنا مثلا منطقة زي منطقة الفيوم منطقة زي اللقصر وأسوان احنا معظم المصريين بيروحوا لقصر وأسوان في أجازة نص السنة نيجي في الصيف نقول لا ده احنا سكندرية وشرم أو الغرداء طبعا في مرس عالم في حلايب وشلاتين في سفاجة في فكل ده مش معروف للمصريين بشكل أكبر فان شاء الله هيتحط على الخريطة الصحية خلال الفترة اللي جايب ترجمة نانسي قنقر